بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد موضوع النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أحد المركبات الهامة في التسميت وهنتكلم النهاردة يا جماعة عن سماد اليوريا هنتعرف مع بعض إيه هي اليوريا دي وإمتى ما ينفعشي أن أنا أستخدم يوريا على النبات وإيه هي المواعيد المناسبة والمثالية اللي أستخدم فيها اليوريا وأخذ منها أعلى استفادة كمان يا جماعة هنتكلم عن هل ينفع أن أنا أرش اليوريا على النبات ولا ما ينفعشي أن أنا أرشها على النبات اليوريا يا جماعة أحد أهم المصادر الهامة اللي بنحصل منها على عنصر الأزوت الهام جدا للنبات في جميع مراحل النمو وتكلمنا قبل كده يا جماعة عن أهمية عنصر النيتروجين للنبات في جميع مراحل النمو وهسيب لك الفيديو ده في حرف الآية إيضا ترجع له واليوريا يا جماعة تحتوي على عنصر الأزوت بنسبة 46% طيب ايه هي اليوريا دي او بتتكون ازاي وبتتصنع ازاي اليوريا ده يا جماعة بتتصنع او تنتج عن طريق التفاعل بين غاز ثاني واكسيد الكربون واللي هو CO2 وغاز النشادر اللي هو رمزه الكيميائي NH3 في وجود درجة حرارة عالية وضغط عالي جدا ونخلي بالنا يا جماعة في خلال التفاعل ده وفي خلال درجة الحرارة عالية دي بيتكون عندي مركب اسمه البيورايت وده بيوجد في اليوريا بنسبة واحد الى اثنين في المية من اليوريا يبقى نركز اوها يا جماعة في النقطة دي عشان هتفرق معانا كتير جدا واحنا بنتكلم عن الكميات المسلة اللي انا المفروض استخدمها من اليوريا سواء كان في الطربة او رشا على الاوراق طيب ايه هي الالية يا جماعة اللي بتشتغل بها اليوريا او النبات بيمتصل ازوت في صورة ايه زي ما اتكلمنا قبل كده يا جماعة في حلقات سابقة وقلنا ان النبات بيمتصل ازوت في صورتين صورة نطراطية وصورة امونيومية طيب اليوريا هل هي صورة امونيومية ولا صورة نطراطية لا صورة امونيومية ولا صورة نطراطية طيب ايه هي اليوريا ده يا جماعة اليوريا ده يا جماعة التركيب الكيميائي بتاعها CO NH2 ده التركيب الكيميائي بتاعها لما بتبدأ تضيف تليوريا في الطربة بتبدأ تتفاعل مع المية وتتحلل عن طريق انزيم اسمه انزيم اليوريز عشان يديني مركب اسمه كربونات الامونيوم وكربونات الامونيوم ده يا جماعة بدوره بيبدأ يتحلل بعد كده عشان يديني حاجتين مهمين جدا اللي هو غاز ساني اكسيد الكربون وغاز الامونيا وهنا يا جماعة نقف ونركز في نقطة مهمة قوي غاز الامونيا ده ممكن يحصل له 3 حاجات مهمين جدا او 4 حاجات مهمين جدا الحالة الاولى ان غاز الامونيا ده هيبدأ يدوب في المية عشان يديني مركب او ايون اسمه الامونيوم اللي هو رمزه الكميائي وهنا يا جماعة نركز قوي في نقطة لو انت حاطت اليوريا او انت مسمت اليوريا بكمية كبيرة هنا النبات يبدأ ياخد الامونيا ده بشكل مباشر والجزور تبدأ تمتص اليون الامونيوم بشكل مباشر واذا كانت الكميات دي موجودة بنسبة كبيرة هيبدأ يحصل عندك مشاكل كبيرة جدا واهمها في الشكل الظاهري انه يحصل عندك شعوطة او حروقة في حواف الاوراق للنباتات الكبيرة ولو انت عندك نباتات صغيرة والكمية اليوريا اللي انت رائفها دي كانت كمية كبيرة والنبات امتص الامونيوم ده برضو بالكميات الموجودة دي ممكن يعمل لك حروقة للبادرة كاملة او للشتلة الصغيرة لأوراقها كاملة وتبدأ الشتلة عندك تزبر وتموت ودي تفسير يا جماعة لبعض الشتلات اللي بتموت وتيجي تبص عليها بتلاقي جزورها الى حد ما كويسة وكل حاجة بس الوراء نشف عندك ومات وده ببقى نتيجة استخدام المفرط لليوريا وانت بلما بتلاقي شعوطة عندك او حروقة عندك يبدأ الشك يا انت بقى تقول ده انت عندك امراض فطرية ده انت عندك ملوحة في التربة ده انت عندك نقص بوتاسيوم تركز يا جماعة في استخداماتك وتبقى عارف انت بتستخدم ايه عشان تعرف العرض اللي موجود عندك ده ناتج عن ايه طيب بعد كده يا جماعة نقطة هامة جدا نركز فيها وهي ازاي تحصل على اعلى استفادة من اليوريا اللي انت هتضفها للتربة يبقى عشان اخد اقصى استفادة اليوريا اخدها ازاي رقم واحد ان تكون التربة اللي عندك فيها كمية كافية من السمات العضوي يبقى كانت غنية بالسمات العضوي يبقى هتحتفظ بالرطوبة بنسبة كبيرة يبقى انت كده النبات هيقدر يستفيد من اليوريا بنسبة كبيرة او يحتفظ بالرطوبة بنسبة كبيرة والنبات يستفيد منه في شكل ايه افضل طيب رقم اتنين يا جماعة ونقطة هامة جدا انك انت او المعاد او الاوقات الوقت الامسل لاستخدام اليوريا يا جماعة هو تحت درجة حرارة 25 درجة ونسبة رطوبة عالية وتركز اوه في النقطة يا جماعة محدش يقولك ما تستخدمش اليوريا في درجات الحرارة المنخفضة الكلام ده خاطئ جدا ممنوع استخدام اليوريا في درجات الحرارة المرتفعة وليست درجات الحرارة المنخفضة يبقى انت بتستخدم اليوريا في درجة حرارة اقل من 25 درجة ممكن تستخدم اليوريا بشكل كويس جدا وما تقلقش منها وكمان تكون رطوبة عندك رطوبة عالية طيب النقطة التانية يا جماعة والهمة وخصوصا الناس اللي بتشتغل طن ايه تركز في النقطة دي انت لو انت عندك اي نوع من انواع النباتات وعايز تسمده اليوريا حاول ان انت تستخدم اليوريا في شكل محلول يعني ايه في شكل محلول يعني بدل ما تاخد اليوريا دي وتبدأ تنصرها نسرا في الخطوط او نسرا على المساطب او تكبيش حوالين النباتات لا استخدمها في صورة محلول ابدأ دوب الكمية دي يا جماعة في برميل موجود عندك تمام وابدأ اسحابها عن طريق الحوال كمان الموضوع ده يا جماعة هيوفر عليك كمية سمات كبيرة جدا يعني لو انت هتستخدم مثلا عندك في فدان بطاطس في فدان على اي نوع من انواع النباتاتة جماعة او الاشجار لو انت هتستخدم 3 او 4 شكاير يوريا او 5 شكاير يوريا للفدان على كمية المياه المضافة دي كلها او انك انت هتستخدمه نسرا في الخطوط الكمية هتقل معك شكارة او شكارة النص لما بتدوبهم في البرميل وتبدأ تسحابهم في التربة طيب كمان يا جماعة من العوامل الهامة اللي هتساعدك في ان انت تستفيد مليوريا اقصى استفادة او لو انت مش قادر ان انت تستخدم مليوريا في شكل محلول ممكن تستخدمها نسرا في الخطوط ممشو مشكلة ولكن على عمق من 5 الى 7 سنتي بس الموضوع ده هيبقى مكلف بالنسبة لك شوية طبعا هتجيب عمالة تبدأ تفرد التنصر السمات في الارض وبعد كده تردم عليه وبعد كده تنزل المياه الموضوع يبقى مكلف بالنسبة لك شوية لكن انت تركز اوه يا جماعة في انك انت متجيب برميل والدوبة في المال وتبدأ تسحابها كمان يا جماعة تحاول ان انت بقدر الامكان ما تستخدمش اليوريا في درجات حرارة مرتفعة كمان يا جماعة ممنوع استخدام اليوريا في وقت التزهير والعاد يعني ما يبقاش عندك اي نبات او اي شجرة في الدنيا هيبقى فيها تزهير وتيجي تستخدم اليوريا يبقى حزاري انك انت تستخدم سمات اليوريا وقت التزهير او وقت العاد ده يا جماعة من الحاجات اللي بيمنوع فيها استخدام اليوريا كمان يا جماعة من النقاط الهامة جدا واللي قلنا هنتكلم فيها في اخر الحلقة وهو رش اليوريا هل ينفع عندنا رش اليوريا على النباتات ولا ما ينفعش نرش اليوريا على النباتات قلنا قبل كده يا جماعة في بداية الحلقة وذكرنا ان اليوريا تحتوي على مادة اسمها مادة البيورايت ودي مادة سامة جدا للنباتات يا جماعة واليوريا بتحتوي عليها بنسبة من واحد الى اتنين في المية يعني هل ينفع بشمان تستخدمها للنبات رشا للنبات ولا ينفع تستخدمها رشا للنبات ولكن بكميات قليلة جدا يبقى لو انا هستخدم اليوريا رشا على النبات هستخدمها بكمية مثلا نص جرام لكل لتر مية يبقى الكمية او المعدل اللي انا هستخدم به اليوريا على النبات هيبقى نص جرام للتر مية يعني لو انت هترش 200 لتر مية هتحط عليهم 100 جرام يوريا ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة عن اليوريا استخدامها في التربة واستخدامها رشا على الأوراق وأهمية توضرها للنبات بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومة وفيدة وأتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي